بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب اليوم سنبدأ محاضرة جديدة وهي الامراضية اللي تحصل من قبل الفيروسات في بداية الامر قبل ان نبدأ لابد ان نطفد مقدمة بسيطة مثل ما تعودنا انه الفيروس مثل ما ذكرنا انه عبارة عن particle عبارة عن جزيئة هاي الجزيئة تكون خارج الخلايا الحية غير فعالة وداخل الخلايا تكون فعالة هذه هي اولا النقطة الثانية اللي اشارين انه فيما يخص هذا الهوست فيما يخص الفيروس او الاصابة الفيروسية هذا الفيروس من يحاول ان يدخل الى الخلية المضيف الفيروس هو ما يمتلك الماشينري او الالية اللي تمكنه من صناعة البروتين ومضاعفة المادة النووية بشكل منفرد لابد ان يستخدم لابد انه يدخل الى داخل الخلية المضيف ويبدأ باستخدام الماشينري والالية اللي توفرها الخلية المضيف في سبيل انه يضاعف ويكون نيو فيرال بارتكلز ونيو بروجيني اخذنا هاي المفاهيم الاساسية الان نبدأ بجزء الامراضية للفيروس فيرال باثوجينيسز الفيروسات احنا بالنسبة انه كهيومن فيروس او الفيروسات اللي تصيب الانسان عندنا عدة انواع من عندها بالجزء الاساسي عندنا فيروسات ممرضة وفيروسات غير ممرضة احنا دا نتحدث عن الفيروسات الممرضة اللي شنو معناها the viral pathogenesis او الفيروسات الممرضة the process by which او عملية الامراضية هي process by which العملية التي من خلالها virus cause disease in a host or in the host للفيروس قابلية على احداث مرض بالمضيف وهذا المرض وهذه الحالة اللي تكون are view on two distinct levels تكون على مستويين المستوى الاول the change that occur with an individual cell تحصل هذه الامراضية ويحصل هذه الحالة على الخلايا المفردة للمظيف يعني بشكل خلايا مفردة تصاب او اعضاء مفردة تصاب وثانيا ممكن ان تحصل او تظهر the process take place تحصل in the infected patient بكل الشخص او المصاب او بكل المظيف او بكل الكائن الذي اصيب بهذا الفيروس جيد الان احنا مثل ما ذكرنا هذه خلية مظيف اللونها ازرق وهذا الفيروس دخل وبدأ بالتضاعف والخروج السؤال انه ماذا سوف يحصل للخلية المظيف هذه الخلية المظيف التي اصيبت بفيروس معين ماذا سوف يحصل للخلية المظيف بعد ان اصيبت بفيروس ومنرض الاجابة the infected cell there are four main effect هناك اربع تأثيرات ممكن ان تحصل للخلية المظيف اولا death موت الخلية وتحللها ثانيا effusion of cells اندماج مجموعة من الخلايا المصابة مع بعضها لتكوين ماذا لتكوين خلية املاقة متعددة الانوية اندماج مجموعة fusion of cells to form multi-nucleated cell لتكوين خلايا كبيرة وعملاقة متعددة الانوية ثلاثة malignant transformation تحول الخلايا المظيف او الخلايا الهوست من خلايا normal الى خلايا ماذا transformed متحولة الى خلايا malignant الى خلايا ورمية ورمية وصرطانية بعد اصابتها ببعض الانواع من الفيروسات رابعا تغيرات بوظيفة بوظيفة الخلية المصابة المظيف وتغيرات بشكل هذه الخلية المصابة المظيف اذا بالخلاصة الـ events او الاحداث التي ممكن ان تحصل للخلية المظيف بعد ان تصاب بالفيروس اولا ممكن انه هذه الخلية تؤدي الى death موت الخلية المظيف وتحللها بشكل كامل وتلفها ثانيا ممكن انه تندمج مجموعة من الخلايا وتتحول الى خلية عملاقة متعددة الانوية نقطة اخرى بعد ان نذكرها ايضا وهي التحول الخلية الطبيعية الى مالينجنانسيا الخلية ورمية مصابة تالفة ممكن انه تؤدي الى تأثير اخر على الجسم وهو خلايا ورمية سرطانية تختلف بشكل كبير عن الخلايا الطبيعية التي اصيبت بالفيروس رابعا ممكن انه هذه الخلية الطبيعية تحصل تغيرات من حيث المورفولوجي تغيرات شكلية وتغيرات من حيث الوظيفة لهذه الخلايا هذه الحالات اللي ذكرناها سابقا الحالة الاولى اللي مثل ما ذكرنا اللي هو الديث او موت الخلية تحصل هذه الحالة لان الفيروس بعد ان يتسلط على هذه الخلية المضيف ومثل ما ذكرنا سابقا يبدأ باستخدام آلية الخلية المضيف لصناعة البروتين والمادة النووية ستؤدي الى انه تبدأ بتثبيط انهبشن صناعة البروتين بالخلية المضيف اولا وهو التأثير الاهم ومن ثم يبدأ الفيروس نتيجة لاستخدام لأدوات الخلية المضيف يبدأ الفيروس ايضا بانهبشن ممكن انه يبدأ بايقاف وتثبيط صناعة الدي ان اي والاران اي بالخلية المضيف وهو كسكندري افكت وكتأثير ثاني ولذلك خلنا نتخيل القضية انه عندنا خلية بشرية غير قادرة على تصنيع البروتين وغير قادرة على صناعة الاران اي وغير قادرة على صناعة الدي ان اي اكيد ستؤدي هذه الى تثبيط عمل الخلية المضيف ومن ثم يؤدي الى موتها ملاحظة عملية صناعة البروتين للخلية المضيف تتوقف ولكن عملية صناعة البروتين للفيروس ما زالت مستمرة لان الفيروس سيطر على الخلية وبدأ باستخدام مواردها ايضا تحتوي على اذا اريد نعرفها نقول هي عبارة عن مناطق هي عبارة عن جسيمات او اجسام موجودة داخل الخلية المضيف تحتوي على اجزاء البروتين المصنعة للفيروس هذه هي الخلية المضيف هذه هي نواة الخلية المضيف اثناء بعد ان يدخل الفيروس الى الخلية المضيف ومن ثم تحصل عملية البنتريشن ان كوتينج يبدأ المادة النووية بالفيروس بالتعبير عن نفسه سوف تبدأ بتصنيع اجزاء الفيروس هذه اجزاء الفيروس المصنعة اللي تجمع مثل ما ذكرنا اما بالسايتو بلازم او بالنواة هذه اجزاء الفيروس اللي صحنا لها مساحات areas containing viral protein هذه هي المساحات التي تحتوي على الويرل protein طبعا هاي الخلية هي هاست هاست نواة الخلية الهوست وهذه الاجزاء اللي صحنا لها بالفيروس اللي هي inclusion bodies ذن هي inclusion bodies اللي هي الفيروس proteins اجزاء من الفيروس والفيروس particles هاست هاست الاجزاء تدعى بال inclusion bodies مثل ما ذكرنا areas containing viral protein or viral particles they have characteristics intranuclear and intracytoplasmic location موقح هيكون اما داخل السيتو بلاسم او يكون داخل النواة اما داخل السيتو بلاسم او داخل النواة داخل of the best examples of inclusion bodies that can assist in clinical diagnosis are that of negri bodies which are aeosinophilic cytoplasmic inclusion موجود بالcytoplasm found in rabies virus بالفيروسات التي تسبب داء الكلب التي infected brain neurons تصيب الاعصاب اذا negri bodies الموجودة ب او موقعها cytoplasmic inclusion بالنسبة لل rabies virus اذا negri bodies هو type of inclusion bodies هو هذه inclusion bodies في مرض rabies virus او داء الكلب الذي موجود بالcytoplasm هذه inclusion bodies تكون موجودة بالcytoplasm ايضا مثال اخر all's eyes ايضا هو طبعا all's eyes اذا ترجمها هو عيون البومة تكون شكلها بهذه inclusion bodies مثل عين البومة all's eyes inclusion انشاهدها بالنيوكلياس بالنواة في virus cytomegalovirus اللي هو من الفيروسات اللي ممكن ان يسبب لأسقاطات عند الحوامل اذا inclusion bodies هي عبارة عن مساحات من الجزيئات البروتينية اللي موجودة بالخلية المظيف والتي تكون اما في cytoplasm او تكون في النواة حسب نوع الفيروس من امثلتها ال negris bodies اللي موجود بالcytoplasm في حالة الاصابة بالريبيز بداء الكلب او مثال اخر all's eyes عيون البومة هذه inclusion seen in nucleus انشاهدها بالنواة هنا في فيروسات cytomegalovirus ايضا من التأثيرات اللي ممكن ان تكون على الخلايا المصابة بال virus هو infusion of virus infected cells اندماج اندماج الخلايا المصابة لتتحول وتنتج multi nucleated giant seal خلايا مصابة خلايا مضيف متعددة الانوية هذه الحالة نشاهدها فممكن في رسم توضيحي انه تكون عندنا مجموعة تمام مجموعة من الخلايا normal seal من الخلايا الطبيعية المعينة اي نوع من انواع الخلايا مثل ما نشاهد مصطفة بشكل منتظم وشكل مرتب هذه الخلايا اذا اصيبت بفيروسات معينة وتم اصابتها بالفيروس وبدأ هذا الفيروس يصيبها وينتشر بداخلها ستتحول او تصبح فتحالة او تصبح فتحالة وهو اندماج هذه الخلايا مع بعضها هذه الخلية مع هذه الخلية مع هذه الخلية لتصبح خلية عملاقة تتحول الى خلية عملاقة متعددة الانوية مولتي نيوكلياتد جاينت سيل هذا هو اللي نقصد ايضا من التغيرات ومن الاحداث التي ممكن ان تحصل لخلية الهوست المصابة بالفيروس هذه الحالة من الامثلة من الامثلة التي تحصل في فيروسات الهيربز سابقا ايضا من الامثلة ايضا لدينا نقطة اخرى من المميزات او العلامات المهمة للاصابات الفيروسية هو السايتوباثيك افكت والتي والتي هي مجموعة من التغيرات تحصل مظهرية ووظيفية تحصل على الخلية الهوست المصابة بالفيروس اللي ممكن ان تعمل تغير في شكل ومورفولوجي لهذه الخلية والتي تؤدي هذه السايتوباثيك افكت او التأثيرات الممرضة لهذه الخلية ممكن تحلل هذه الخلية او مثل ما ذكرنا بالمثال السابق تحولها الى جاينت سيل وخلية عملاقة تشخيص الفيروسات بالعينات السريرية يعتمد على مظهر السايتوباثيك افكت بالمزارع النسيجية التي تستخدم لتشخيص الفيروسات بهذا الشكل طبعا هذه الفيروسات تختلف من نوع الى اخر نشاهد التغيرات اللي تصير بها كل حسب النوع الفيروس الذي يكون فيه ننتقل الان الى موضوع ايضا مهم تكمله للكلام اللي تحدثنا به وهو البيانيكيات الاصابة البيانيكيات البيانيكيات اولا وهو تثبيت هذا الفيروس في مكان دخول الفيروس وبوابة دخول الفيروس الى الخلية او الى الجسم ثانيا local replication التضاعف الموقع اللي يكون لهذا الفيروس ثالثا spread to target organ انتقال الفيروس من عضو الى عضو اخر اللي هو target العضو الهدف لان مثل ما ذكرنا سابقا انه لكل فيروس خلية يصيبها هدف وعضو هدف مثل ما نطينا مثال انه فيروس الهيباتايتس فيروس الكبد الفيروس يصيب الكبد ما يصيب اعضاء اخرى اذا اللي يكبع الفيروسات متخصصة بالاعضاء فانتقال الفيروس الى target organs او الاعضاء المتخصصة نقطة اخرى وهي عملية shedding spread to site of shedding of virus into the environment طرح الفيروس وخروج الفيروس البيئة عن طريق المواقع اللي كل الفيروس الى موقع يخرج من خلاله من الجسم الى البيئة الخارجية وايضا دور الجهاز المناعي سلبا او ايجابا في هذه الحالة بالنسبة للمرحلة الاولى من ال pathogenesis انه entry into the host اي فيروس حتى يقوم بوظائفه او يقوم بفعالياته ويكون active لابد ان يدخل الى الهوست الى المضيف الدخول الى المضيف through variety of roots عدة طرق ممكن ان يدخل الفيروس بها الى المضيف اما عن طريق السكن البشرة ممكن عن طريق respiratory tract جهاز التنفسي ممكن عن طريق gastro intestinal tract الجهاز المعادي المعوي جي اي او جينيتي urinary tract الجهاز البولي التناسلي ايضا ممكن ان يدخل هذه الفيروس هات كنجكتايفة ملتحمة العين and other mucous membrane هذه كلها تعتبر هي portal of entry بوابات الدخول اللي من خلالها ممكن ان يدخل الفيروس الى الهوست والى الجسم جيد نأتي الى عملية تموضع الفيروس course of viral infection اصابة الفيروس تموضع الفيروس كيف يتعامل الفيروس بعد ان يدخل الجسم الفيروسات من تدخل الى الجسم تكون حسب نوحة الى حالتين بعض الفيروسات سببنا localized infections اصابات موقعية يعني تصيب الجسم بموقع معين وبعضو معين مثال reinoviruses اصيبنا upper respiratory tract اصيبنا جهاز التنفس العلوي الروتافيروس مشهورة هذه الفيروسات تصيبنا intestinal epithelium الخلايا الطلائية المعوية اللي بالامعاء اذا بعض الفيروسات تكون localized infection السبب لاصابات موقعية virus primary replication تموضع تضاعف الفيروس الاول يكون بمكان معين وبعضو معين مثل ما ذكرنا الامثلة مهمة الامثلة مهمة جدا مثل ما ذكرنا الرينوفيروس بالأبر respiratory tract والروتافيروس بال intestinal epithelium مثال او نوع اخر من الفيروسات الاصابة مو تكون موقعية لا تكون جهازية يعني تصيب الجسم بشكل عام مثالها طبعا هذه الفيروسات تبدأ ب primary replication تضاعف بالبداية بموقع معين ومن ثم يصبح عدها secondary replication تضاعف ثاني وانتشار ووجود ثاني لتشمل كل الجسم مثال عليها الانتيروفيروس اللي بالبداية يصيب الانتستين الابثيليم ومن ثم تذهب الى اللينفويد تيشو الى الاعضاء او الانسجة اللنفاوية حتى تتحول الى systemic الى فيروس جهازي ينتشر بكل الجسم واراضة تكون بكل الجسم ايضا ممكن يكون عندنا الهيربيس فيروس اللي يبدأ بالأوروفارانيكس الهيربيس فيروس عندنا نوعين type 1 وtype 2 نوع يكون بالفم اللي احنا نصيح لها بعض هاي الحمة مالطة او هاي الامور اللي تكون بالفم اوروفارانيكس وعندنا جنتي يوريناري ممكن تكون بالجهاز البولي التناسلي بالحال تين هاي اصابات جهازية عفوا اصابات موقعية ولكن اذا انتشرت تتحول ماذا تتحول الى جهازية systemic لعندما تصل الى lymphoid seal وهذه الاجزاء اذا الفيروس اذا الفيروس تكون اما localized infection او systemic infection هذا اللي ذكرته انه ال viruses ممكن تكون localized وممكن تكون systemic localized يكون عندي فقط primary replication تكون في موقع معين وفي عضو معين على العكس هذا localized على العكس من systemic اللي ينصيح لها بالجهازية يعني تكون بين قوسيا ممكن ان تنتشر الى كل الجسم يكون بيها primary replication وهنا الفرق يكون بها secondary replication هنا بال primary replication مشابه بال localized في موقع معين ومن ثم بال secondary يتكون جهازية وتنتشر بكل الجسم اذا اذا ذكرنا شنو هو secondary replication بالنسبة لل virus نقول occurs in systemic infection تحصل بالاصابات الجهازية عندما الفيروس يصل الى انسجة اخرى في تلك الانسجة الاخرى يكون قادرا على التضاعف مثالها polio virus virus شلل الاطفال الذي يبدأ ك primary infection in gut بالمعدة ومن ثم يذهب ال nervous in brain يذهب الى الاعصاب بالدماغ وال spinal cord والحبل الشوكي حتى يصاب الشخص بشل الاطفال خصوصا عند الاطفال ويصبح المرض جهازي واضح جيد نجي الان الى نقطة اخرى وهي spread through the host انتشار وانتقال الفيروس خلال المظيف بين الاجزاء المظيف وهو انتقال من seal الى seal contact وتحصل اما عن طريق يكون اما عن طريق blood stream اما عن طريق مجرة الدم او via nervous system او عن طريق انتقال بين الوصلات العصبية وبين الجهاز العصبي ننتقل الى عنوان اخر وموضوع اخر من ضمن هذه الاحداث او السلسلة والميكانيكيات التي تصبح للخلية وهي seal tissue tropism tropism is the ability of virus to replicate in particular cells or tissue قابلية الفيروس على التضاعف في خلية معينة او نسيج ضمن نسيج معين is controlled partly by root of infection عادة ما يسيطر على هذا الامر بطريقة دخول الفيروس but largely وبشكل كبير by interaction of virus attachment to protein الVAP virus attachment to protein VAP or نحن نصيج بال spikes with a specific receptor molecule مع مستقبلات معينة تكون على surface of cell على سطح الخلية المظيف طبعا هذه الhost cell نقصد بها has a consider effect on pathogenesis إلا في التأثير على الامراضية التي حصل بال virus host immune cell تشترك الاستجابة المناعية بكل حالاتها بهذه العملية immune response أحيانا تكون هنا لدينا النقطة أنه immune response is enabled to clear the virus completely أحيانا and the virus is persist وممكن أنه يبقى كامل داخل الخلية المظيف وحن نتطرق لها إن شاء الله بالأسابيع القادمة لبعض أنواع الفيروسات بشكل عام المناع الخلوية تلعب الدور الأساسي بينما المناع الخلطية تحمينه من إعادة الإصابة بسبب وجود الأنتيبودي اللي تشترك بها أو الضرر الحاصل بالخلية فيروس ممكن أنه ضعب بشكل كبير ويحدث مرض و أعراض لهذا المرض if they do not cause significant cell damage or death على الثبي المثال retrovirus do not generally cause cell death ما تسبب النموت للخلايا being released from cell by budding ممكن أنه مثل ما ذكرنا بتكون release by budding rather than cell lysis and cause persistence infection even being passed vertically يعني ممكن الخلايا نقول أنه الخلايا ممكن أنه تسبب لي death lysis للخلية lysis للخلية وتأدي إلى موتها وتحللها والدمج بعض الخلايا المظيف ما تتحلل بالإصابة الفيروسية مثل ما في حالة البودنج إذا كان الفيروس يخرج عن طريق البودنج أما فيما يخص ال viral clearance or persistence ال فيروس ممكن أنه بعد أن أصبح الإصابة بالفيروس بعد أن الشخص أصيب بفيروس معين جيد كيف سيتخلص الجسم من عنده شو مصير هذا الفيروس إحنا عدنا ثلاث حالات الحالة الأولى هو abortive infection شنقصد بالabortive infection which no progeny virus particle are produced بهذه النوع وبهذه الحالة سوف لن تتولد فيروسات ولن تتكون فيروسات بنوية أخرى لماذا؟ لأن الخلية المضيف انتهت تلفت ماتت الخلية المضيف because the early viral infection can occur لأن حصل الإصابة الفيروسية بالبداية في الخلية المضيف والhost cell may die تموت وبالتالي no progeny ما يقدر الفيروس وما يستطيع الفيروس أنه يضعف ممكن تكون عندنا lytic infection in which اللي من خلاله active virus production فيروسات فعالة تنتج fellow by cell death حتى وإن ماتت الخلية ولكن بإمكان أنه تنتج فيروسات بعد موت الخلية تنتج فيروسات أخرى بعد موت الخلية تتحرر هذه الفيروسات وتنتج وتتكون رابعا persistence infection in which small number of viruses هذا شوية ننتبه لها بعض أو كمية قليلة أو عدد قليل من virus particles are produced ممكن أن تنتج ولكن ماذا with no or little cytopathic effect بدون تأثير ممرض على الخلايا المصابة هذا persistence infection ممكن يكون بحالتين أو يقسم إلى حالتين ممكن يكون latent infection which viral genetic material المادة النووية لهذا الفيروس remain تبقى in host sale تبقى بالخلية المضيف ولكن without production of virus بدون إنتاج virus هذه الخلية المضيف واضح هذه النووات ما الخلية المضيف هذه المادة النووية للفيروس المادة النووية للفيروس تبقى بالخلية المضيف ولكن بدون أن يضاعف وتنتج فيروس متى تتضاعف may be activated later time بعد فترة من الزمن ممكن يضعف الجهاز المناعي ممكن يصير فتحالات معينة يبدأ يتنشط later time to produce virus أو transform host example مثالها herpes simplex virus ثانيا chronic infection which involve يعني بهذه الحالة يكون عندنا low level of virus production إنتاج كمية قليلة للفيروسات with no or little cytopathic effect مثالها الHIV لذلك يأخذ فترة طويلة هذا الفيروس إلى أن تظهر أعراض إذن الpersistence infection ممكن يكون latent infection ممكن chronic infection مثل ما بينا لكم جيد حالة أخرى بعد أن ذكرنا الpersistence latent وpersistence ننتقل إلى ABC ثالثا viral transformation التحول اللي يكون بالviral التحول virus in which viral infection or viral gene جينات هذه الفيروسات والمادة النووية product induce unregulated growth تحفز على نمو الخلايا طبعا نقصد به الhost تحفز على نمو الخلايا ولكن بطريقة unregulated غير منظمة ومثل ما نعرف أنه الخلايا الhost أي خلية بالإنسان أو الحيوان أو النباتة إذا النمو مالتها كان unregulated غير منظم إذن هي تحول إلى tumor إلى خلية ورمية هذه نقطة محمة جيد transmission of virus ننتقل إلى transmission of virus انتقال الفيروسات مثل ما ذكرنا ممكن أن تكون بشكل مباشر وممكن تكون بشكل indirect وغير مباشر بشكل مباشر مثلا respiratory spread of influenza عن طريق العطاس والسعال تخرج الفيروسات من الفلونزا بشكل مباشر من شخص إلى آخر أو indirect بطريقة غير مباشرة مثل arboviruses مثل West Nile Yellow Fever Dengovirus Transmission Involving Mosquito Vector تحتاج إلى أو Vector ناقل من الحشرات يلا ينتقل هذا الفيروس إذن transmission ممكن يكون direct بشكل مباشر من شخص مريض إلى شخص سليم انتقل الفيروس أو بشكل indirect بشكل غير مباشر عن طريق وجود Vectors أو نواقل الفيروس transmitted ممكن يكون horizontal وvertical وزونotic شننقصد بالhorizontal أو الافقي الانتقال الافقي نقصد بي من شخص إلى شخص آخر مثال أنا والزميلي بالعمل أنا بي الفلاونزة عطست الزميلي بالعمل انصاب بالفلاونزة من شخص إلى أفقي من شخص إلى شخص آخر بصفي بمستوى بعمري بالتسلسل بوجودي شخص common route of transmission from person to person من شخص إلى آخر بعمره نقصد بعمره يعني يكون بمستوى ومعه بالعمل أو الوظيفة أو الدراسة من شخص إلى آخر إصابة طبيعية الvertical العامودي من شخص أعلى إلى أدنى مثال مثالها from mother to child من الأم تنقلها إلى الجنين أو إلى الطفل هنا الانتقال مو بنفس المستوى أفقيا من شخص إلى آخر لا بالvertical الانتقال العامودي من شخص إلى آخر أدنى مستوى منا مثل الأم تنقل للطفل عن طريق مثلا HIV كعن جنين أو تنقل عن طريق breastfeeding عن طريق الحليب والتغذية للحليب أو عن طريق sexual roots ينتقل عن طريق الأعمال الجنسية أو عن طريق الولادة من يولد هذا الطفل عن طريق المجرى التناسلي يكون انتقال المرض من الأم إلى الجنين هذا النقطة هذا فيما يخص الvertical أما فيما يخص الزونوتك هو انتقال الأمراض من الحيوان إلى الإنسان transmission of viral infection can occur from bite of animal مثل داء الكلب bite of animal عضة كلب مثل rabies داء الكلب حيوان هو الكلب يعض إنسان يصبح بالإنسان داء الكلب أو insect عن طريق الحشرات الناقلة أو inhalation of animal excreta مثل كثير هانتافايروس وغيرها ممكن كثير من الأمراض تنتقل من الحيوان إلى الإنسان سواء من عضة الكلب أو من القرود أو من غيرها الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان تدعى بالزونوتك أو بالأمراض الانتقالية من الحيوان إلى الإنسان جيد أخيرا العوامل أتأثر على factors افكت باثوجينيك ميكانيزي من العوامل التي تأثر على الميكانيكيات الأمراضية عندنا مقدار وصول الفيروس إلى النسيج أو قابلية مدى قابلية الفيروس على أنه يكون نافذ إلى النسيج طبعا نقصد بتارget النسيج الهدف ثانيا حساسية الخلية لمقدار تضاعف الفيروس ثالثا حساسية الفيروس لدفاعات الجسم ممكن دفاعات الجسم تخضي على الفيروس ممكن دفاعات الجسم ما تتمكن من القضاء على الفيروس رابعا عوامل الضراوة أو عوامل الشراسة اللي الفيروس اللي يمتاز بها الفيروس الذي يمتاز بها الفيروس ومقدارها كل ما الفيروس يمتلك عوامل شراسة أعلى كل ما امراضية هذا الفيروس تكون أكثر شكرا إن شاء الله تكون المحاضرة مفيدة شكرا لاستماعكم مع تحياتي